إذن للحديث عن واقع النازحين في العراق ينضم إلينا عبر سكايد من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النم ساذياء الشمري ساذياء مرحبا بكم يعني استمرار الفساد في ملف إغاثة النازحين في العراق بعد مرور ست سنوات لم تستطع الحكومة بأن توقف نزيف الأموال التي من المفترض أن تعود بالنفع للمواطنين النازحين ما خطورة ذلك أستاذياء السلام عليكم وتحياتي بجميع حقيقة هو الخطورة للنازحين النازحين لحد الآن لم يصلهم المواد الكافية لتغطية حاجيتهم اليومية ومن المستفاد طبعا هذه المستفاد بها من القائم على هذا العمل والقائمين على هذا العمل يعني هي الميليشيات والحكومة العراقية والأجهزة الأخرى التي ترعى اللاجئين وذول الناس يعني حقيقة هم من يسرق المؤونات ومن يسرق المواد ومن يسرق هذه الملايين من الدولارات لهذا السبب يعني المنظمات المجتمع المدني الدولية منعت وصول المواد الغائية وحتى المواد التمويل بكل نواحيها إلى هذه المؤسسات والمخيمات الموجودة في العراق لسبب السرقة لأنها هي هذه المنظمات الحكومية وغير الحكومية نادت الحكومة العراقية يعني بحل هذه المشكلة ولكن الحكومة العراقية لم ترعى هذا بصيغة تامة ولكن هي بدأت تستمر بابتزاز الناس وسرق أموال الناس وسرق هذه المواد التي تصدر لهم من قبل هذه المنظمات لأن هذه المنظمات امتنعت عن مساعدة اللاجئين في كل العراق بالوقت الحاضر أستاذ ضياء غياب آليات الرقابة في العراق هناك يعني إذا ما تحدثنا عن التفاصيل هناك اختفاء أكثر من تسعمائة بيت مسبق الصنع كانت مخصصة للنازحين في مخيم الوند واحد واثنين في قضاء خانقين هل كان مقصودا إهمال ملف النازحين بهذا الشكل من قبل الحكومات المتعاقبة أستاذ ضياء نعم بالتأكيد لأنه قبل سس سنوات انتهت المسائل العسكرية في حل النزاع في هذه المناطق وخاصة في المصر وكل مناطق العراق ومن يملك هذه الأموال والأملاك والبيوت هي تملكها الميليشيات لو نراجع من يملك هذه يعني رؤساء الميليشيات والمتسلطين على هذه المجامع هي تملك هذه الأموال والأموال تسرق بعلم الحكومة أنا لا أبرع الحكومة العراقية من انتهاكات حقوق الإنسان بهذا المجال لأن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي ممكن أن تبحث وممكن أن تراقب هذه المجامع البشرية وممكن تراقب هذه كيف تختلص المواد إذن الأحزاب السياسية الموجودة في العراق هي كلها أحزاب طائفية أحزاب تابعة إلى جهات معينة وهي من تسرق يعني المستفادين هم المتسلطين على هذه الأحزاب وهذه الأحزاب هي جزء من الحكومة العراقية وهي مكونة من الحكومة العراقية يعني إذا كان البرلمان وإذا كانت رئاسة الوزراء هي مكونة من هذه الميليشيات ومكونة من هذه الأحزاب يعني إذا نبعد المالكي عن هذا الموضوع فهنا نكون خاطئين المالكي هو الجزء الأكبر في هذه العملية السياسية بالوقت الحاضر بالحكومة الحالية والحكومات السابقة أيضا إذن المشكلة هي مشكلة الحكومة العراقية هل الحكومة العراقية هو السؤال هل الحكومة العراقية مستعدة أو عدها الإمكانية لرقابة هؤلاء أنا أقول لك نعم ولكن الإشارات هي يعني تأتينا الإشارات أن الحكومة العراقية عاجزة لسبب الوحيد هي أكو أجهزة تتصل بجهات أجنبية ليس لها بالعراق الحكومة العراقية مثل ما واحد هي مصطنعة وليست حكومة عراقية بحتها طيب أستاذ ضياء يعني هناك تصريح أو بيان لمرصد أفات كشف أن السلطات الحالية في العراق منعت المنظمات الدولية من أن تقدم أي دعم للنازحين خاصة في الأنبار لا سيما في مخيمات بزيبز والعمرية يعني ما مدى قانونية هذا الإجراء وما سبب في ذلك باعتقادكم الإجراءات القصرية التي تستعملها الحكومة هو حتى تضغط على هذه المجموعة البشرية الموجودة في هذه المخيمات وهم عددهم بالآلاف هذه المجموعة البشرية هي عندها ضغط سياسي والضغوط الآخر هي التي تملكها المخيمات هم لا يملكون الأوراق الشرعية لتبوتيتهم كإراقيين يعني ناس مهمشين بالحقيقة من قبل الحكومة العراقية والحكومة العراقية متعمدة أن تتخذ هذه الإجراءات بإشارات من جهات أجنبية ومن ولاية الفقهة بالحرف الواحد هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان هي من قبل هذه المؤسسات طيب أستاذ ضياء المنتدى الاقتصادي العالمي تحدث بوضوح عن معاناة النازحين من الهجرة القسرية التي باتت مرتبطة بالاضطهاد والنزاعات السياسية هل تحول ملف النازحين من وجهة نظركم لورقة سياسية بيد الحكومة وبيد الأحزاب في العراق؟ نعم نعلم أن الأحزاب السياسية التي تتحكم في العراق هي تتقاوم مع الأحزاب الأخرى والأحزاب الأخرى تستغل هذا الموضوع الموضوع النازحين قصرا تستغلها الأحزاب السياسية بمنادات الأحزاب المعارضة هي أكو أحزاب معارضة بس معارضتها بسيطة لأن معارضتها ليست من أجل النازحين أو من أجل المهجرين قصرا وإنما كيف نقدر نكسب من هذا الأمر أكثر مما هو عليه هذا هو الموضوع الموضوع مع الأسف السياسيين الموجودين في العراق بكل أطرافهم هم يتناقشون ويتباحثون عن مواضيع ويطرحون هذه المواضيع للاستفادة الشخصية للحزب مالكا أو للفائدة الشخصية لهذه الأحزاب الموجودة التي تتضامن مع الحكومة العراقية وتتحاور مع بقية الأحزاب لتكوين الحكومة الحكومة العراقية هي متوجهة وتوجيهة من إيران 100% والدول الجوار أيضا والمناطق الشمالية يعني حقيقة كل هذا الموضوع في العراق هو موضوع ممكن حلا إذا كانت الحكومة العراقية جادة وإذا كانوا العراقيين نعم هم يحكمون نفسهم ممكن أن يحل هذا الموضوع لكن بالوقت الحاضر نعلم أن الحكومة العراقية مسيرة وليست مخيرة لا يمكن أن تختار أي جهة أخرى تسير بها إلا هذه الجهة مرسومة من هذه الجهات المدعومة من جهات أجنبية عبر سكار من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا شكرا جزيلا لكم